اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني أمير سيد أحمد ومدير المشروعات القومية الكبرى بالقوات المسلحة أحمد العزازي وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي والإنشائي الخاص بتطوير الأحياء بمحافظتي القاهرة والإسكندرية وخلال الاجتماع وجه الرئيس السيسي بتعزيز الجهود القائمة لاستعادة الوجه الحضاري لمختلف الأحياء السكنية في محافظتي القاهرة والإسكندرية وذلك في إطار نهج الدولة الاستراتيجي في تطوير المدن والأحياء على امتداد الجمهورية كذلك وجه الرئيس السيسي برفع كفاءة وتحديث الخدمات والمرافق بما يساعد على توفير حياة كريمة للمواطنين وتغيير واقعهم إلى الأفضل استمرارا لتجارب الدولة الناجحة خلال السنوات الماضية في مجال التطوير العمراني المتكامل وأوضح متحدث الرئاسة أن الاجتماع استعرض مستجدات تطوير عدد من الأحياء السكنية بالقاهرة الكبرى خاصة أحياء شرق القاهرة المطارية عين شمس والسلام إلى جانب جهود رفع كفاءة منطقتين قاية العنب وغرب محافظة الإسكندرية لسيما ما يتعلق بمنظومة الخدمات المتكاملة ورفع كفاءة البنية التحتية وأعمال التنصيق الحضري ترجمة نانسي قنقر